اشتركوا في القناة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا بقبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة النعيم كذا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشرق والمغرب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون يوم يخرجون من الأجداث سارع سراعا كأنهم إلى نصب يفوضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليو والذي كانوا يعدون نحن باردين نحن باردين نحن باردين نحن باردين ويومدكم بأموال وبلين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجعوا لله وقارا وقد خلقكم أطوارا نفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالإذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق بها فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزم الله فأولئك هم ظالمون وقفأنا على ذلك أنبيس ابن مذيان مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة واتبعه من التوراة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزم الله فيها ومن يحكم بما أنزم الله فأولئك هم ظالمون وأنزلنا إليك كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وهي من عليه فأحكم بينهم بما أنزم الله ولا تتبع أهواما ما جاك من الحق لكل من جعلنا منكم شارة ومنهاجا ونشاء الله رجع لكم رحدا ولكن ليبلغا لكم فيما تاكم الله فاستبقوا الخيرات إلى الله إلى الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم تختلفون وأن أحكم بينهم تنزل الله ولا تتبع أهواما وحروم أن يحسنوك عن بعض ما أهواما فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لباشقون أبحثون جايا في أهواما ومعب الأحسن من الله فقنا لقوم أهواما وظلوا فالتول من الله وظلوا فالتول من الله وقاموا بعمر من الله وأضعوا الضوء قبل ما جعلنا لقوم كمظر من الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما دراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبسراء فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه على رجعه لقادر وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار إنه هو الأبتار الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر شكرا لمن حميدا 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 والبخور حق محمد منصور والدة الله يسعدها اللي جابت لنا البخور في نبال البخور نأضطر الجو الله يسعدكم كلنا بدن الله مع بعض يوم ثاني طيب أنا نسيت كمان من ناحية الوقف الوقف مثل ما احنا عارفين جميعا هو هدفنا الوحيد هو اللي رح يكون لنا في الدنياتنا وآخرتنا فعسى الله بالضبط فعسى الله يكتمل هذا الوقف يا رب والناس للناس والناس ما زال فيهم الخير يا رب وهذا وقفنا احنا وهذا اللي رح يكون لنا ورح نتذكره جميعا في برنامج نسخة حياتك ثمين بالضبط هي فرحتنا اكيد واللي رح نفرح باكتمال هذا الوقف جميعا رح نفرح جميعا بهذا الوقف فاطأس الله يا رب يبشرنا بهذا الوقف يا رب اكتماله يا ربي العالمي الله يساعتكم أمين يا رب وش لنا حنى من الدعم هذا الوقف يا سيد يا سيد نعم نعم الله أخبركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثني نعم رأي Riley طرق حتى اليوم الغرار 망 هل تعر NHL رأي험 هذا نحط هذه الجميع لت أ seekers سعيد تعي الفهند. ماذري ما في في. يلا انتظرك حسن. الشباب ماذري ما عندهم في بيوتهم اللي هو. انتظرك ها. اشتركوا في القناة. الله يقويك. ويقويك يا بات قلبي. فطوس اجل. فطوس الخروف. الخروف. مي مرا فطس. الثاني ما اكل جنبه مرة. ما اكل. يا وعد. بحهم الجوع. اشتد الحوطان مسكرة. ما كدين الزرع اللي فيها كله. حشينا حش. واللي حولها مليان. برا الحوطان. يعني مربع فاضي. حشينا. ما كدينها اكل. كطعت القلب قاعدين يشوفون اللي برا مخضر. كل مين هم يجيبون لها علف ما جابه. مات واحد منها واحد اثنين. وظاهر بموتهم من الجوع. والله. تديني واحد من الخرفان من فطس. واحد من الخرفان مات. فطس. لا لا. والله العظي. يموت الثاني ما اكل جنب الثاني من الجوع. اقسم بالله. ما عندها علف. ما جابه لها علف يا رجي. اشتد الحوطان مربع الشبك لا. الحوش. ما كليل اش باللي فيها حشين حش. المربع هذا. حوالي مليان. اللي برا. اشتد الشبك يبقى مربع فاضي. من الجوع. علموني يقول. لا علف ولا شي. يا الله يا رب ان الابراهيم علينا اليو. مسا عندكم يذيب. تكفو نستقبلوه. بلا امين تكفى يذيب. تكفى امن يذيب. والله ما يأمن. انه ورانا وقف ورانا شغل. ورانا وايد وانية. بقابلها. ترتفع جيد. لا تاكل القرطاص يذيب لا تاكلها. والعيال. شليتها. لا 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 شاير. شاير الله يرحم مالدك. شاير الله يرحم مالدك. حرارة انت. لا ليس هنا حرارة. انه بردان انا بردان انا مكيف بسوي كذا. يالسائر تكفه يلسائر وواحد م้اخر ثان مات. هاسعرك بالله والله الان امانا بالله. ما تدري؟ والثاني ماكي الجنب خوية من الجوع اقسم الله فتسع من الجوع شتل الحوش مربع على مات 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 عين مات فتس شتل الحوش المربع فتسع من الجوع شتل الحوش المربع ماكلي العشب اللي فيه كلها مم مربع كذا حشينا حش ماكي الارض يأكلونها حوالي من الاحيان برا الحوش مات عين الثانت رايد يقول مكلمهم أنا من قبل العصر كان عايش نور راجب تؤخر فان يقول كلمهم يجيبون علف ولا جابوا العصر كان عايش كان عايش العصر بس ايوان رح شوفه الحين فتس والثاني ماكي الصوف اللي على اخوية بقى اثنين بس اقدري نحن نحن اللي تعشيناه ونحن اللي مات والله العظيم والله والثنين متسدحين بعد الله يستم ماتوا من الجوع يا ولد ما فيه علف ولا فيه شي يا ولد ايو والله يوالله يوالغب نتسي وين رايح بروح اسوي له راح راح تسوي له تلف الصناعين امان راح والله راح شوف امان خروف واحد منها ماتوا بخرفان مالجوع والله والله ما عندها علف ولا عندها شيء لدكم ده بحين هامس لا حن اللي كاليرا ولا حن اللي خلاص راح ايه ابو زيدة ابو زندة ابو زندة تعال 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 برد ولا يتهيالي برد يا رب يا رب شنو ابراهيم يا الله ايه احنا 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 تلتافنا تلتافنا هين الشباب يجون ولا مش هيناء احنا دمت شباب يا رب ليه والهنجر يقولون الشيبان بشكل هنجر ما ناسبهم يلا فيه ترتيبات حق المجموعة الثانية كالعادة يعني ترتيبات حق المجموعة الثانية وين الشباب نزيل تركي بنادي لعيانه بجيك ميطانnga بايت هايزم سيبان سيبان السيبان سيبان يلا وين اللي على عنا غير وخ how are you يجي هيكذا هي كلمات تقوى كده فيجين معه على الكي ابو حبيبي، حبيبي، حبيبي ش سالة ها اشتركوا في القناة 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 مثلاً اشتركوا في القناة 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 الشباب اشتركوا في القناة 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 مجتنى مع هما ones اولد في خاطري فاردين عليه يمكنى جوا الفضائي زيانى الجاء هالقصاص من ردكاه الله يعيني عليه لا لاها سسمينه بالنسخه اتسمعت اللهها يعيني هذي رسالة او science يقول طبعا دائمنا احنا نعرف انو الصدقة ملازم تكون بالشي الكثير ومو شرط انها تكون بالمال ممكن تكون بالرز بالسكر بالزيت بالسندويتشات حتى لو بشاه وحليب انت حقه عند باب بيتكم حتى بالابتسامة حتى بالنشر يعني لها أوجه كثيرة سم إذا ما تصدقت بفلوسك تصدق بسنونك إيه والله كيف هفكد روسي يعني لا هفكد روسي هفكد روسي هفكد روسي أبي ينشب لها صدق تروك واحد يقول مرض وخوي وتصدقت عنا وتصدقت عنا يوميا بشي بسيط عصير وسندويش فقط شي بسيط وبعدها بمدة قصيرة بدأ عليه أثر الشفاء يبتخروا ببعراس دا النسخو دا القصص الجميل بريحالي طبعا طبعا مثل ما ذكروا الشباب أنه دائما الشي حتى لو كان بسيط يكون لها أثر مو شرط أنه يكون بالمبلغ المال طبعا بعض الناس ممكن يقول هو في المستشفى ويتعالج هو صحيح أنه يتعالج ولكن هذا الشي يعجل بشفاء وكلها من الله سبحانه وتعالى طيب هذا واحد يقول كنت أتمنى أن أرزق بطفل في بداية حياتي وتصدقت بكرة تيموية في أحد المساجد فاتفاجأت بالخبر وقت الفجر في الخبر السار ولله الحمد شكرا لله تتصدق من ماله ويكرمك بخيراته دبل ذلك يعني شوفوا سبحان الله ربي ما يبغى منك شي ربي قادر أنه يبدلنا بقوم آخرين لكن أنت يعني تصدقت وطلبت من الله اللي أنت تطلب بأي صفة بأي دعاء بأي تضرع بأي مكان وربي يسر لك هذا الأمر لا ما يحتاج حبيبي أبو زعيدا طيب هذه رسالة يقول الوالدة كانت تعبانة قالت يا ولدي خذ الفلوس هذه اشتري للفقراء اشتري للفقراء الصغار جنبري وعصير اللي هو بطاطس بنية شفاء بنية شفائي اللهم لك الحمد والله أنا ساعات وتشافت الله الله الصدقة 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 والديك اللي يوقفوا معه اللي يحنونك حتى من غزة الابرة غزة الابرة لا رحت عن دكتور وانتعبان وقالك بعطيك ابنة يحنك والله أنا في خاطر هتاك عد من ذلك الرفاصة بقلبه ما هو من هذا صمية ريال تبراه عنه تعل فلوسك وش فلوسك ما تبراه مهمة دفونة معك كذلك كل يوقفوا عند حد الدكتور ايه بالله جاء سمع أمك وبوضي وبين اخوانا اللي خلالنا هنا نضحك هنا برنامجنا لو في شيء وتكشت وتلبس عراحة وتروح وتجي حتى اهلك تخليهم في البيت الحالة وانت الحمد لله اامن وانطمئن طيب 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 وانت بماء لو لاهم لو لا اللي عن الحد ما اسمعنا هنا كان عنا في حرب لكن ما عيشينا كان ما في شيء بيض الله وجيهم يا الله يا ربي يا الله من الله ينصرهم سريع ما تأخذ يا الله يا ربي اليوم قبل بكرة حتى اخويا اكل من تألمنا ندعس على الحوذي دحس ربي بيوفقنا يا ربي سلامة الروح الله يجعلنا في كل خطة ثبات وان الله يجعل كل طلقه وكل مايكل شغل باقرر الرسالة وبعدها قل اللي عندي أصلا الله علي مقلي ان الله يجعل معدي اطفاء بعد اليوم الشاي الثاني أسع��운 الله ان الله يجعلهم في كل خطة ثبات اللهم وين كل طلقه صور وان الله يثبت اقدامه وى الله يثبت اقدامه وان الله ينصرهم واى ما يقدر نقول لا ابايل اللي قاعد سووناه وان اللي قاعد يعني يفعلون ابايل اللي وند Fahrenheit طيب إرسال الواجد نقرأ الرسالة يقول كانت إحدى الأقارب خالطي تعبانه حالتها بين الحياة والموت وتدهورت الحالة بالتنفس أكثرنا من الدعاء الحالة وصلت بالدعاء الكثير وقراءة القرآن وإحدى الأساسيات كانت الصدقة بدرنا باجتماع عائلين تصدق داووا مرضاكم بالصدقة وأجزمنا على الصدقة بنية الشفاء بالفعل بعد ما تصدقنا ولله الحمد تشافت والآن مع ولدها ولا فيها مرض ورجعت مثل قبل وأحسن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وحديث نبوي داووا مرضاكم بالصدقة ما فيه يعني أقوى من هذه الرسائل اللي إحنا قاعدين نتكلم فيها اللي هي من واقع حياتنا نفتخر والله كثير والله العظيم أن أولت هذه الرسائل قتل أبعرف أصحابها بعدها والله أني ما أعرف أصحاب هذه الرسائل يا لبي يا جي طيب هنا رسالة يقول أصيب والدي بجلطة في رأسه وكانت نسبة الحياة واحد في المئة وقمنا أنا وادتي بشراك رتمة كل يوم ونقوم بتوزيعها على العمالة وللآن الحمد الآن وادتي بأتم الصحة والعافية يا الله لك الحمد والله ذا العين حي والله ذا العين باقي في أحد والله ويقولوا ما تفتخر باقي في أحد في أحد باقي معه آخر رسالة آخر رسالة يقول هذه الرسالة بدايتها جميلة يعني أتوقعنا فكرة للجميع وللكل يقول كنت حاط حصالة بالسيارة أحط فيها باقي الخردة يعني الريالة أو أنا نصاص صال حين أنا نصاص والقروش أعطى أي وكي صل على البواقي يقول وكل ما تفول وكل ما تفولت صارت فل أتصدق فيها وسويتها مرتين وحقق لربي أمنيتين من أمنياتي وستمرت فيها إلى الآن لأن أغلب الناس يضيع الخردة الحديد أو يقول ما تغير بشي لكن إذا جمعها يقدر يستفيد فيها بالصدق والله العظيم رسالة جميلة للجميع اليوم بعد مثلا الأسعار شفنا شمع تغيرت صح تروح المطعم يبقى معك نص ريال ساعة تكل ما يدخلها للمطعم وبعض وبعض حق العمال يسوي نفسه مجنون يبقى نص أنت يبقى أو لا شيء علم قل لا عطنيها جمع ذا الحديد وجمع ذا الريالات الباقي أو الخمسات وحطها في السيارة وبعد ما تمتلي تصدق بها المطعم يأكل يشرب من المطعم يعني مو بحاجاته في ناس محتاجة أكثر منهم أي أكثر منهم في ناس بتوجي أكثر منهم والله عاطم رأي مطعم مو بعد ما جهن اللي يقول والله يا تركي روح والله العظيم لو يحط يسمي الفكرة هذه أنه ينساها انساها كل ما دخلت سيارة باقي خرد حذفها انساها طارج البرنامج الفترة اللي راحت وشفت قصة والله العظيم يا جماعة الخير انه قشعر بدني والله العظيم بكيت من القصة والمقطع اللي شفته والله العظيم انه صد أقوى موقف شفته ضابط شاف لشهيد اشتشهد من الجند البواسب مسافة ما يقارب مئة متر راح لبس لبس زي الحوثي وراح شاله ورجع المسافة طويلة يا جماعة الخير ان المقطع يشوفه المسافة طويلة انه يمشي يعني مثلا انت تشوف ان المنظر هذا الكاميرا وانه حط هذا المنظر فهمت انه يمشي هذا المسافة والله يا جماعة الخير انه كل الحوثيين انه يطلقون عليه النار يطلقون عليه النار وانه يمشي 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 إلى ما وصل عند الجنود تحية الجنود والله يستهلوا طبعا المنظر يقش عن البدن ويخليك تبكي وتصيح لا إرادي لا إرادي فالله ينصرهم والله ينثبت خطاهم ودعواتنا لهم اللي ما أصابه لأن هذا الجندي الأصيل الصح لأنه هولي ماشي ماشي الصح وهذا اللي معاه الحق والله حط على كتفه ويمشي والله بالله العظيم أنه مش يجعان تكفون تعونهم وثلاثة السهم آمن ثلاثة السهم أول سهم جنودنا البواس هذول هولي هولي اللي بخلينك تاكل وتشرب وتمشي وتسافر وتروح وتجي حنا يا اخوان حنا يا اخوان ترا حنا حالة حرب حرب الحد الجنوبي حرب لكن أسألكم بالله كلكم واحد أحد حس فيها لا الله أسألكم بالله أحد خاف أحد دخل خوف قال يو ولد الله يسترم دره ليش ما دخلنا خوف لم فيه رجيل فيه رجيل تحب الموت مثل ما يحب الحوذي الحياة يحب الموت يموت في الموت إيه بيموت مثل ما يحب الحوذي انخزي تصنحها شف كيف ريجيل عهد الله. ناس تحمي للدار. تحمي الحرمين الشرفين. تحمي اخونا وابونا امنا تحمينا عنا. كيف? ما في برنامج لو في حرب. انتك في بيتك وحالة استنفار. ايه ولا طرعة ولا روح حتى وغايف ما تروح. لكن شوفوا. حنا لازم تعرفون عنا حرب. لكن تخيلوا هذه الحياة. ها اسألكم بالله ما استرخص فيهم مياه. ما استرخص في ما في غير. انت فيك مشكلة حلها. سود الله وجهك. لا 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 لا. الله سود الله وجهك. سهم الثاني سهم الوالدين. امك وبوك. ما عاد في الكلام فايدة. ما عاد في الكلام فايدة ولا نيمتكلم. هذا سهم ما نيمتكلم فيه. هذا واجب خلا. ثالث سهم الهداية. تخيل انك تخلي واحد يسلم. صلواته مدى الحياة لك. صيامه مدى الحياة لك. وبمية ريال. وبمية. والله الله تكفونا. اتمنى لك يا تركي فكرة جبارة. جديدة. الله يجب عليك. والله العظيم يا شباب. هذا دنيا اكتر في نا. اذا توقعت المشاعر بتكون كده. اذا التأثير كده. المشاعر الصادقة توصل. المشاعر الصادقة توصل. انت نجحت يا تركي. يا بعدي. والله ناجح فيكم. اسمي يا بعدي. قول. سعليك على نقضة محمد. قول يا بعدي. اه نعمة الامن والامان اقسم بالله العظيم. الحمد لله. حس فيها اللي فقدها. يلا. اه. حالة الحرب والاستنفار اللي قال عنها. محمد معاي. معاكم. بس معاكم. فضل. حالة الحرب والاستنفار وفقدان الامن والامان عاشها وبوي وعاشها امي واخواني. اه. 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 كلهم عاشوها يوم. يوم حرب الخليج. يعني اه. بيوم وليلة خلاص. لا وظائف لا. والله العظيم. انه انه واحد من عماني كان طالع من اه رايح الدوم الساعة السباح. اول ما وانصل. قاله. اه. غازل مدري شنو. ركب السيارة. قال يلا ارجع 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 ارجع. ويرجع. والله العظيم انه وراجع لقال الا الاحتلال يعني مسكرين الجسور. وفي يوم. وقصة وغعية. وقصة وغعية. بليلة وضوحها. الجمعيات كلها. ادخلوها. خدوا اللي فيها. البيوت. اه. لما رجعوا من السعودية طبعا ابوي وهالي كلهم. كانت البيوت مشلحة كلها الاثاث اللي فيها مكسها راه كاتبين عليه من داخل شيء شيء النمت والأمان شيء لا يوصف أنا والله عظيمي أني أوجه تحية للجنود اللي بعد الله تعالى اللي استشده والأسرة اللي حافظوا على أمن وأمان السعودية أقول أقسم بالله العظيم من لهم فضل كبير 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 جدا اللي يخلوا يعني الشعب السعودين يعيش نعمة الأمن وأمان مو بس شعب السعودية كل شعوب الخليج لأن السعودية إذا ما عاشت بأمن وأمان واستقرار كل دول الخليج والله ما تعيش بأمن وأمان أقسم بالله العظيم أقسم بالله أقسم بالله ديك لوقات وانتسألت عمانك وباني هل في نعمة هل في شيء نستاكل موضوع هل في نعمة تضاهي نعمة الأمن والأمان لا والله أسألك بالله لا والله العلي العظيم نعديل بسيط نقطة بسيطة أنا مسكة جنود طبعا واللي يقول ولا إنبياشة لا والله وفي الجنوب ما بينوا عسرا كيلا خمس مشيت والله العظيم بس انتقلت فترة خمس سنوات هنا في الرياض ولكن أروح أباه ورجع والله العظيم نحن نجلس لا صواتي ولا صواتي وما بينهم ما بين الحرب الله عزيز والله العظيم أني أطلع من بعض الأحيان من أباه إلى ظهران جنوب حلاص والله العظيم من أباه إلى ظهران جنوب الحالة كمنا وما نحمد الله يقول ما بين منفذ علب إلا شوي أمش أمش ولا أبكر للباس العباب دونك ريجيل هناك فلوا إحجاجك الله يطول في عمارهم جميع والله الذي لا إله إلا هو أنك تسمع تسمع الصوت لكن ما حوالك شيء رابعنا الله يطول في عمرهم هم اللي يربون يا جماعة يا جماعة فالله يصدد خطاهم إن شاء الله يقويهم إن شاء الله لكن من ناحية أنه فيه شيء أنه ما يكل حامل كل شيء يأمن وعمل اختصار شديد نحن صال إلى الشارع من البرنامج صح؟ ما اشتكتون لكم يا جماعة إلا والله اشتكتون لكم صح؟ حنا هني قاعدين يعني مرتاحين وإن تحط راسك المخدة وتمرتاح لا تحاتي قذيفة لا تحاتي صاروخ لا تحاتي شيء هذولا هم يحاربون غير إنهم يحاتون القذيفة ولا الصاروخ ولا شيء أهلهم في بيوتهم يحاتونهم هني فيه يومان وهني يحاتوننا هذول الشون أمه أخته بنته أبوه أخوانه يحاتون بي لحظة يجي خبر استشهاد أي والله والله العظيم يعني أنهم على ثغرة عظيمة يرفعوا الروس أي والله العظيم أهلهم يرفعوا الروس أي والله بس أبين الله أن يرجعون سلمي اللهم ما بي أسلم يا ساير ساير عندك أسلم الله أن يحفظ أمننا ويحفظ بلادنا وأن يديهم عليها الأمن والأمان وصدقوني ترى أنتم صوت كلكم خارج البرنامج أنتم صوت ضد من يسيء للمملكة أو يسيء للمملكة أو يسيء للمخليج فهمت أنتم يعني الجميع يعني واثق بكم واثق بما تقدمون تجاه كل عدو يرصد للمملكة أو يرصد للخليج كلام فخم أسأل الله أني يعني يطيل بأعماركم ويديم الأمن والأمان ويديم الأمن والأمان وصراحة شهادة في شهادة فعلا في الإعلاميين الموجودين بره البرنامج يعني أشخاص صراحة لحد الآن هم مع الوقت دعك في أعداء أعداء الوطن ودعك في كل من يسيء على الوطن ومساندينهم في الكلمات وفي التصاميم في كل شيء أنحاربهم بسلاح وفي الجو يعني محاربة إلكترونية ضد كل من يسيء الوطن سيدكت أسأل الله أني يحفظهم وأني يحفظكم أنا بوجه رسالة نيابة عني وعن الشعب الكويتي كلهم أي واحد يتجرى يمس شبر من أراضي السعودية فالكويت كلهم شعب وحكومة وقيادة كلها يتأكد أنهم يكونون المقدمة ولها في المرسل عز يمال الحبس الزبدة يا جماعة حبو سماني ظاهد على البلك اللي ترديش العلاقة بالقويت أسلام أسفضل الحوثي هذا ما يمثل الشعب اليمني نهائيا والسعودية واليمن والسعب واحد يا شباب عز نختم بفضل بإذن الله تعالى بذكر و بفضل بإذن الله نجيك فما أرب في اليمن بإذن الله شرفهنا بإذن الله بإذن الله بإذن الله نختبر جميعا مداخرة عزيزة 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 بس نبي نقدم له حاجة قل أو شيء إلى النجمة المبدع صاحب الصوت الجميل بلبل حياتك بندر أبوزيدة طبعا أنا واحد من فانزاتك يقول أنا فانز من فانزاتك حبيت أهديك هدية بسيطة إن شاء الله أنها تنال عجابك لأني فخور بك فخور بما تقدم يا بندر فحبيت أفرحت بهدية بسيطة طبعا أنا إنسان يعني مدى شون جبتها الهدية هنا إن شاءلك محبك أخوك عمار الحربي أطلع برا جب الهدية وتعال شبا هنا لا هنا نجيب لا هنا نجيب أقعد تقل صاحب أميكو أسمح أمجد أنت أخوك تنب أخوك أسمح أمشي بندر أمشينا قال فيه هدية ورح خدها من برنا أوه أوه وش فيه قطع يا ألمبي أبو زيدة أبو زيدة يا أمري يا عمار أبو زيدة يا حبيبي عشان ختم بس في هاشتاق وقف حياتي في مسابقة اليوم في مسابقة اليوم في وقف حياتي أطلق حبيبنا الله يطيل عافية فواز الحاثي في برنامج صباح حياتك من أحد يعني رواد المجلس عبدالعزيز الله يطيل عافية مقدم عشر جواز بقيمة خمسمائة ريال أدخل على وقف حياتي وشارك بآية أو دعوة وتحط البوستر بحساب عبدالعزيز شكرا لعبدالعزيز عيد عشاني في هاشتاق وقف حياتي في مسابقة إن شباب خلنا شما بس المبادرة سواها حبيبنا فواز الحارفي طبعا في جائزة بقيمة عشر ألاف عفوا خمس ألاف ريال مقدم العشر أشخاص كل شخص راح ياخل خمسمائة ريال بالسحب أدخل على هاشتاق وغرج في وقف حياتي وإنشر البوستر أدخل على هاشتاق مرشن عبدالعزيز الثامر عبدالعزيز الثامر راح يكون حسابه موجود في تغريدة فواز هذا شيء ثاني حبيت أبشركم اليوم حنا في المجلس التبرعات أربعين ألف عشرين ألف عشر ألاف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن نفسه جايزة فواز يقول لازم تكون تتابع عبدالعزيز الثامر عشان يسحب عبدالعزيز الثامر هو اسمه عبدالعزيز الثامر عشان تسحب من الناس الكثافين يقول لازم تسحب الناس يبقون من الشروط أن يتابع عبدالعزيز وبعدها يدخل في السحب لأن السحب راح يكون في حساب عبدالعزيز بخصوص بخصوص الوقف حساب عبدالعزيز موجود في الهاشتاغ بخصوص الوقف أبشركم الحمدلله يوم أخذت السفارة من حسن كان الوقف خمسة واربعين كان يوم الأربعة اليوم أيش السبت يعني خميس جمعة السبت في ثلاث أيام وصل إلى ثمانية واربعين في طريقة أنه يكتمل إلى نص الوقف يارالكي الحمد جريب من النص الحمدلله بأجلوك حب بعذن الله لك بتديم أقوى نسبة بأجلوك بشربنا وحب بشربنا بيكم كفر كفر بارك ليكم لبا قلوبك والله لبا قلوبك والله والله عملك تساعد الله يوفقك أمين يارب يارب أن يكتمل ثامل تركي أنا فرحان يا جماعة بالخير ما علي بتكلم تركي حبيبي أول شيء الحمد لله على اكتمال كم النص وصلت تركي دقيقة تخافي بجاد كم؟ ثمانية واربعين أي في الطريقة يعني إن شاء الله إن شاء الله أنه الحين مكتمل النص هذا أولا شكرا ثانيا شكرا يا حبيبي قلبي يا عمار على الهدية الجميلة والله إيش كاتب يقول أنا فانس من فانساتك حبيت أهديك هذه الهدية قطة إن شاء الله تنال إعجابك لأني شفت لك حلقة تقول إنك تحب القطة فحبيت أفرحك بالهدية شكرا يا عمار يا لبا قلوبك يا عمار والله إني سعيد جدا وبإذن الله قاد مجمل أهم شي خلينا مع بعض يا حبيب قلبي ملحony يووو زيقينا حسيقنا نحشر خلاش أبو زيدة لا سميها قطور اتتا لا 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 اشخاصstars لا لا اسم اسم راوكو من اليوم رايح اسمه راوكو من هكذا اسمه مراس بير Brooks لا لا لأنه تعالي تعالي يلا لا ذكره سوزان سوزان ذكر حلوة ذي روكو روكو خلوا عندك والله هنجال شباب بشوي روكو لا خلي وارد شو اثنين مدني مزيدة أول شي لب قلبك يعطيك العافية انت كمان على المشاركة يا قلبي يا ساير دائما انت تجيب الفرايح الله يسعد قول تعال وقفني طال عبو زيدة لما تنادي الى جميلة ابو زيدة بيسو لا روكو يتخبى يا عيال حطه هنا تخبى يعني والله خايف حطه والله حطه حطه بلنا صباحيات اشاء الله لا 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 بجاد بجاد مصعتها يا بجاد حرام بالله لا خليه مو والله لا خليه مو هدني والله اخو جي جرينا الحياة جرينا الحياة بس اي بس اي انخلقاته نحن 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 نضربه نواخرشين نخلقه طرقتها بتسبب عليها بجاء أبو زايدة يقول لها ضربها واقشين خمها وبيحطه بالغرفة ده لا يحطه بالغرفة والله ما يحط ايه يخرب بيت عدوه قفل سحر مبراضي اكو بو زايدة ادخل أبو زايدة شاق لبها قيلة اخذنا بو زايدة امتاكها وروحناك فيه شكل بشاق رمه اه ايش بك يا بو زايدة ايش بك على ديننا الصباحيات ان شاء الله ورية شفنا مو باكتبحين نمونة ادخليها فيه راح للمدرسة يوالله ما بدني امرئة يقول صباحيات خلاص خلاص محنا جايسين عندك مجال الدولية مجال الدولية بسؤلكمش رايد ايوه 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 قبل ايوه قبل ما اتخل برايب لازم كل يوم ايوه القدار بس ما هي على كيف ولا مش داي حكمة جا تمرى فالبشار للبشار كيف اقفي وخليكم يا ربعي وانا داري بعدكم خطري منك سر عشت معكم فرح عمري ولحظات بكاي كانت أيام من عمري تساوي عمر ذكريات مضت ياهي بتبحث طفاي كيف اكبر وانا ما عادي فيني صبر قبل تمشي على دار بالمباراق خطري سمحوني وبحوني على ما بدار سمحوني وبحوني على ما بدار عمار اخي شعلا والله جد جد براه حق براهيم قوية والله دائما شعرات البراهيم الجي قوية دائما تكون قوية من يقبل علمي شاعر فصدري هلها يا ربي كيتو صرحة برحان كانت بطوي بطا كانت بطوي وانا حتى هيا كانت بطوي بطا هيا كانت بطوي حتى قديدا اللي يبي يقولها الوداع عسده ستار القرب والمسرح يدينا اي شيء تحسن مستنسي امرأة تحسن الهلالة هي الهلالة هي الهلالة هي الهلالة وقبلها لحن الشعلة هذي اللي اكتوب ومقدر الله لا لا تتكدر كل شيء بأمر الله كل شيء بأمر الله يا نجمي الساطي يا خلو يا الهلالة ادعي لك الولي الله اللي بعدها هذي كانت اقدم شيء من عقبها جات المسرح يدينا من عقبها اللي هذي اللحن الوحيد الحن اللي يبله كرد اللي جابينا كرد يا نجمي الساطي حيا الله بيجيك بسنابك ذالحين انا هاره هنا بيجي بسنابه ايه حين جوال جوال هادف اسمه اسمه فقمة السناب ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساكم كل خير يلا انتحييهم اياه مرحبة ومسهلة اليوم جايب لكم ضيف بسيط خفيف ما شاء الله عليه اخذ نجم الاسبوعي استاهل بعد راسي ابو راشد مرحبا مليون شغل معي احمد نبدأ من جديد ايه مبنى لا ولا انا يدمن جدتي نبدأ من جديد احمد 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله مساكم كل خير يا مرحبة ومسهلة فيكم احبتي كرام اليوم جايب لكم ضيف خفيف بسيط ايه واخذ نجم الاسبوعي استاهل ابو راشد استاهل الطيب ارحب يا مرحب ومسهلة يلا حياه يا مرحب ومسهلة فيك ابو راشد ما شاء الله عليك نجم متعلق ابدأت ابتسامتك الجميلة اللي عرفناك فيها اليوم نبي منك موضوع بسيط اللي هو وليس موضوع بسيط نبي منك قصة قصيرة صارت لك يا براشد القصص والله واجد نبي قصة قصيرة طبعا الفكرة تكون من عندك لا بس انا بيعرف القصة اللي تبيها في اي موضوع اكيد تكون هادف لاني هنا مكتوب جوال هادف طيب هادفها يوم اللي يام كنت مضايق دقي خلصت سنابة خالي بس نصور من جديد تبي فلتر؟ لا ما يحتاج يرجو طبعا صار لي موقف اللي يوم اللي يام كنت مضايق يعني ما بيقوم في البيت وباطلع كده وجاني واحمل عيادة المدي فهد بتعمل الشيطان وصليك ركعتين بي صارت الوتر واطلب الله لعله عسى ان شاء الله اني ربي يشرح صدرك طبعا قمت اتوضيت وصليت ركعتين وطلبت الله ان الله يشرح صدري فاقسم بالله ان نحس انه صدري بارد يعني جاء تكون كنك يصاب بعري ثلج فانا اتمنى من اللي يتابعونك انهم لا ينسون صارت الوتر هذول ما يتبعون هذول تشتلي هنا هذا ايه هذو كلنا ادعني منذك حزنك يكون اللي يعني في صارت الوتر وصارت الضحى لا ينسونها ويضربون الله لان الرب ينزل في ثلث الليل لعله عسى ان ربي يقبل دعائك فلا تنسونا من الدعاء والله يوفقنا وياكم والله يجعلنا وياكم من هالجلة يعطيك العافية اخوي ابو راشد والله يكثر من امثالك يعلم الله نستفيد منك وللأمانة قصة قصيرة استفدنا منها صلاة الوتر الله يعطيك العافية ابو راشد وبيض الله وجهك مداخلة اخيرة من اخونا ذيب من صوت العذب صوت العذب بس انه دائما يخفي هذا الشي يعني دائما تحسون لمساته خفيفة في الانشات هو ما ندري ليش انه ما يكثر الشي هذا فنقول لابو راشد نتمنى انه سمعنه من صوته الشي الخفيف وبإذن الله تكون هادفة أبو أبو راشد ولا أبو هلاح؟ عفونا عفونا ذيب أبو راشد ما عليش اكثر منك انت عطيتنا قصة قصيرة جميلة نرجع لن ايد الاسنابة مرحبا يا ذيب أهلا وسلم والله تشرفت اليوم اني كنا عبر جوال وشاشة جوال هادف كلي ونس وفرح وسرور باني اخرج ان شاء الله في هذا الجوال المفيد والآن مع أهم الأنباء حصل البارح تم تحتين الرقم القياسي وهذا بهضر الله ثم انتقنا بعدها إلى نجم الأسبوع وكان جذيرا بذلك ويستاهل شكراً جوجو كانت معثرة فيك عشان كذا جبت الرقم القياسي وحطمت نعم 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 كان دافع مانوي جميل هذا وكانت اشتاحت موجة غبار البارح المنتجع وتم يعني اخذ الحيطة والحذر حصرت هناك بعض الاصابات ولله الحمد شي طبيعي في هذا الوقت بعضهم سطيت العمود وبعا نعم نعم بعضهم جاب العمود وبرا نعم نعم وبعضهم طاح في الحفرة وبعضهم نشب بالجدار وبعضهم خش في الشجر طول وليس عضو طول نعم وبعضهم اتسلق للدخل من غير وعي فهذا الحمد لله هذا ما يحصل في المنتجع لا غرابة لا غرابة لا غرابة طيب يعطيك العافية ديب ديب ممكن تسمعنا من صوتك العذب اللي دائماً يعني أنت وابو راشد ما شاء الله عليكم تمتلكون من الأصوات الجميلة والله أنا سميت نفسي مونشد وكذا بس من بعدكم والله للأمانة بس يعني ديب ليش دائماً ساعات قليلة تنشت فيها شيف الكذب خيبة محتوى الكلمات عندي قليل فالذاك أنا قاعد أقصدها يعني ما عندي كاش موضوع التكسد عندي يعني شي جميل ثاني شي ما شاء الله تبارك الله أخوان المشيدين هنا كثير ما أنا أريد أن نصير بثرين فسدد وقارب كل بعد فترة أو كان بالأساس أنا في بداية البرنامج كنت أعطني مثلا في اليوم شي لها شي لتين حتى ما أكون يعني حتى يكون لها طعم وذائقة أما أنا صرت كل شي كل شي أم أما تكون بثر في الإنشاديتك خلق في سابق دقيقة تصور من دقيقة أبدأ تكون بثر تكون يعني شي عادي شي عادي الناس يصير عندهم شي عادي فحيماً على قولتهم زار وخاف الله 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 أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربنا